من زعماء ميليشيات موالية لإيران إلى كبار رجال الأعمال والمليارديرات عبر ثروات تراكمت من الفساد هذا ما كشف عنه تقرير لوكالة الأنباء الأمريكية المختصة بشؤون الشرق الأوسط ميديالاين التقرير أشار إلى أن هذه الميليشيات وبعد تنفيذها أجندة إيران في العراق والمنطقة بات تركيزها على جمع الأموال والسرقات بكافة الطرق لسيما وأن زعماءها يمتلكون السلاح والسلطة والعقارات والاستثمارات في دول عديدة وبأسماء مستعرة للالتفاف على العقوبات الأمريكية وتشير العديد من التقارير الأمريكية والدولية إلى أن الساسة الفاسدين اختلسوا أكثر من تريليون دولار من أموال العراق أبرز الميليشيات التي تحدث عنها التقرير ميليشيا بدر بقيادة هادي العامر وهي تتولى تأمين مصالحه في المحافظات الوسطى والجنوبية وفي بغداد وهو شريك في العديد من المصارف العراقية ويمارس نفوذه في المناطق التجارية حيث يضطر رجال الأعمال إلى دفع الجزية مقابل الأمن وتشير بعض المصادر إلى أن ثروة العامري تتجاوز عشرة مليارات دولار في المرتبة التالية يأتي قيس الخزعلي زعيم ميليشيا العصائب التي تدير العديد من مراكز التسوق الكبرى بالإضافة إلى الشركات الصناعية والزراعية والمقاولات بينما تقدر ثروة مقتضى الصادر زعيم ميليشيا السراية بأكثر من خمسة مليارات دولار نقداً عشرة مليارات دولار في العقارات واستثمارات أخرى إن تيار الحكم الوطني يتابع تقرير الوكالة الأمريكية أن عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة يمتلك شركة طيران فلاي بغداد المدرجة ضمن قائمة العقوبات لتورطها في نقل السلاح والمقاتلين بين إيران وحزب الله كما يشرف تيار الحكيم على إدارة الحانات والنواد الليلية في منطقة الكرادة ببغداد فضلاً عن سيطرته على العديد من آبار النفط وتشير بعض التقديرات إلى أن ثروة الحكيم تبلغ نحو خمسة وستين مليار دولار القاسم المشترك بينما ذكر من زعماء الميليشيات وغيرهم بحسب تقرير وكالة ميديالاين هو أنهم لم يعد يعنيهم الانخراط فيما يسمى محور المقاومة لطرد القوات الأمريكية من العراق كما لم يعد يعنيهم ما يجري في غزة حيث بات شغلهم الشاغل سرقة خيرات العراق وأموال الشعب موسيقى موسيقى